برجعنا لكم تاني مشاهدينا ومعينا ومنورنا في الستوديو الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة واللي هنتكلم معه أكتر في وضع حلقتنا الأكل الصحي والأكل غير صحي أما بقى دور البطولة للأكل العاطفي ايه هو الأكل العاطفي يا دكتور سالخير الأول سلام نورزيح حضرتك الحمد لله بصي هو الأكل العاطفي دي طريقة بيلجأ لها بعض الناس عشان يواجه بيها مشكلة سواء حالة توطر شديدة أو مشكلة نفسية أو عاطفية والحقيقة الناس دي بتيبقى مظلومة طبعا لأنه هو بيخش بيأكل بكمية كبيرة أوصل درجة الإفراط ولكن هو بيبقى مزقوق من المخ المخ عشان يستعيد التوازن النفسي بتاعه تاني ويهدى محتاج عناصر فبيزوق الواحد ده على أكل معين آه يعني عشان كده دايما يقولك اللي بيجي له هبوط ساعات المخ ذات نفسه بيدي له إشارة يقول له مثلا كل حاجة حدقة تلاقيني أنا عايز أكل حاجة حدقة مع أنه أنا ما بحبش الحوادق مثلا فدي بتبقى إشارات جاي من المخ لحالة الجسم آه بالضبط هو الجسم في حالة توطر عايز حاجات أول حاجة بيزوق الشخص ده أنه ياخد حاجة فيها مغبوزات ومعجنات زي ياخد ساندويتش فينو بالمربة ساندويتش حلاوة بيتزا ساندويتش بيرجر بيتزاية ساندويتش شاورمة ليه؟ لأن المغبوزات البيضة دي فيها مادة اسمها التريبوفان نعمل أحماض الأمينية الجسم بيأخدها يحاولها حاجة اسمها هرمون استيروتونين واستيروتونين ده أهم هرمون لحفظ التوازن النفسي والهدوء فالجسم عشان يهدى محتاج المادة دي فبيزوق الشخص يقوله روح كل دي بعدها بيقوله لازم تروح تاكل بار شوكولاتة حلوة كده ليه؟ ليه؟ لأنه عشان يستعيد التوازن بتاعه محتاج ماغنسيوم والماغنسيوم موجود في الشوكولاتة فبتبص يتلاقي الإنسان اللي بيحط هامه في الأكل بيضيع التواطل عنده بيخش الأول على المغبوزات وبعدها على الشوكولاتة بس هيلو الفكرة في إيه؟ إن الجسم محتاج حاجات صغيرة بس على ما الحاجة بتسيب الأمعاء وتخش على الدورة الدموية بكل الشخص ده التهم كمية كبيرة من الأكل ده من الأكل ده؟